تعالوا أقول لكم المشروع ده مش هينجح ليه كانت فيه مشاكل فنية ومشاكل إدارية إيه هي المشاكل الفنية وإيه هي المشاكل الإدارية المشاكل الفنية أن الجهاز الفني اختياراته كلها كانت غلط طريق إدارته للمنتخب كانت غلط المعسكرات اللي كان بيعملها ما كانتش صح المدير الفني مالوش قرار ليس زو شخصية أنك تقوله أو تسمع منه قرار وتنفزه بل بالعكس وديكم سال قبل كاس الأمم كان من المفترض أن هناك معسكر للمنتخب في إحدى الدولة الخليجية وإقامة مباراتين وديتين ولكن تم إلغاء فكرة إقامة هذا المعسكر والمعسكر اتعمل في مصر والمبارات الودية بدل ما كانت مباراتين بقت مبارة واحدة بدل ما كانت مباراتين بقت مبارة واحدة الشق الإداري هل المدير الإداري للمنتخب الكابتن خالد غرابة هل سافر إلى الكودفوار لمعينة الملاعب وفنادق الإقامة ما حصلش تم إرسال وفد من شخصين إداري ومسؤول العلاقات العامة راحوا ظهروا المدن قالوا لا مبلاش الموضوع بتاع السيتي كاندال في مدينة سان بيدرو لو جينا هنا في المركز التاني لا ياريت المطعم يبقى لوحده المطبخ لوحده ما يبقاش السكن جماعي مع المنتخبات الأخرى يا فندم انت أصلا المفروض ما تقعدش في المدينة ده وانا هنا الصوت اتنبح وقلت حد يسافر فاهم كويس قوي في التفاصيل دي يختار مكان للمنتخب خير المكان اللي حددته اللجنة المنظمة تونس عملت كده الجزائر عملت كده المغرب عملت كده مش معنى انك هتعمل كده انك هتكسب ما فيه ناس كذبت وفيه ناس خسرت ورجعت يعني الجزائر عملت كده ورجعت المغرب عملت كده وكملت بس انت عمل الهوموركي بتاعك صح انت على المستوى الاداري كنت فاشل على المستوى الفني ما كانش ليك اي يعني خطوات فنية تؤكد ان المنتخب ماشي في الطريق الصحيح يبقى بالتالي كان عندك مشاكل ادارية كان عندك مشاكل فنية كان عندك مشاكل في اخزيارات اللاعبين ما كنتش محدد اهدافك من اول يوم مشروعك عيمش ازاي